الوصف اللعيد بالخاصية يتحدث مياه لكالك الوصف منافع قرح حيث تماع بالخصوص السبب وذلك معدداة كل تقر bill على الوصف اللعيد اشتركوا في القناة في كرينشو عصابة الكريبسي اللي كان تحاكم ذاك المنطقة نيبسي غادي لقى راسه داخل معه موه صغير فاش غادي وصل لاش دي لخمستاشر عام هدي قرر انه يبدأ يراه وهنا فين غادي تولي اسميته نيبسي هاسل اللي خداها من الكوميدي المعروف نيبسي راسل اختار الكلمة دي هاسل حيت كانت كتمتل ستيل دو فيديو بحكم انه كان نهار كامل كي هاصلي في واحد الباركينج مهجور في كرينشو هو وصحابه المعنى دي الهاصل هنا هي التجارة في المخدرات دوك الفلوس اللي كان يدخل دي صوب بيون السوداء ومغاديش يبقى مكونسنترين مياه بالمياه غير على تجارة الممنوعات والحياة ديل الزنقه هدي بديت انترسه بره وغدي خرج اول ميكس تيب في 2005 سلاسن بوي فوليون 1 اللي غديدير بيابوز متوادع وغتتعرف اسميته في السين اندرغراوند دي الوايس كوز هاد الميكس تيب غدا توصل المدير دي الواحد اللابل اسميته اي بيك ريكوردز هدي يعجبه من نيبسي وغديقره انه ميثني ومعاه في 2008 هدي خرج معاهم جوج دي اللي ميكس تيب اخرى هاد الى دو بروجي مالقاوش نجاح كبير هاد الى اكسبرينس خلاتني بسيزي لتتعرف ويفهم الاندوستري دي الموسيقى هانا فين غدي خرج بخلاصة انه فاش تكون مسيني مع اشي لابل في كل مية دولار كتدخل كتربح منه 10 دولار اولى على حساب دكشي اللي نيقوسيتي في اللوغ يعني ببورسنتاج كليل هاد الشي اللي ما اجبوش وهنا فاش غديقرر انه يرجع اندبندن ويبقى اندبندن واي حاجه باعه ودخله تكون دياله مية بالمية المهم كمل في الكارياغ دياله ما بطبيعة الحال ما تتخلاش على التجارة دي المخدرات لانها هي باش كان يدخل الفلوس باش يصرف على الموسيقى وباش يعيش هاد الشي بطبيعة الحال هاد يتير انتباه حتى ديال البوليس اللي غديدخلوا عليهم واحد النهار للدار على غفلة هو غديهرب ميصحابه غديدشده وغديدولي الماتيريال دي التجال كامل وباش يتفادى السجن هاد يقرر الوليد دياله انه يده معه الاريتيريا اللي هي الاصل دياله في الافريق تمفن غديدولي الصيف على قده في الول غديدخل في ديب ديبراشن وغديدتأثر بدك لشوك كولتوري تخيل معي تكون عيش في الاي هاليوود والافلام ويديك بباك صحة الافريق مورا شهر دي المعاناة غديدت أضابتها وغديبدي يلاحظ ديال الناس في اريتيريا وخما عندهمش الفلوس عيشين مزيان وقانعين عكس بنادم فميريكان اللي عنده كل شي وكيتشكا ولاحظ حتى كيفاش المراه في الافريق عنده قيمة كبيرة عكس فميريكان اللي قد تعتبر غير وسيلة ديال الجنس هاد الالكسperience غاد تبدل نفسي ديال بالصحة فش ارجع الاميريكان غدي رجع واحد اخر هدي يفهم انه الموسيقى هي اللي غتقدر تخرجه من عالم الاجران وغدي تكونسطر عليها وحيتاش كان اندبندان كان خاص ضروري يدير كل شي الراسه ذاك الشي علاش غدي صوب ستوديو ودبرف دي بخودكتور وبدك يقرى البيزنس والماركوتينج باش يدير البروموسيون الراسه هاد الشي غدي يكون السبب باش غدا تطيع عليه واحد فكرة عبقاريه هدي يقرر انه يخرجون ميكستايب وغدي بيعه بمئة دولار لوحدة هاي يخرج منها الف كوبي إلا اخذتي هاد لها ميكستايب بمئة دولار كنت تاخد معها اقعلي ميكستايب لقب فابور وتيكال شو دياله قاس حابو ضحكو عليه فللوق ولكنه كان مؤمن باللي اللي فان دياله حقيقي هدي يشريها باش يسيبورتي ودك شينيد اللوقع هاد البلان غدي يدير البروز في امريكان كله لدرجة جايزي هدي يشري مية كوبي باش يسيبورتي هاد البلان زاده غير تيقى في راسه ذاك الشي لاش مراها هدي يخرج واحد ستريت هالبوم هدي يخرج منه مية كوبي من هاد المرة بألف دولار لوحدة وعود ثاني هدي يتباعه كامل نيبسي كانت كيهناه ودك الفلوس اللي بدك يدخل بره عود انفيستان وغدي يقرر انه يرجع لدك الباركينج اللي كانوا يعمروا فيه ويتاجروا فيه المخدرات وغدي يشري واحد الغاراج وغدي يدير فيه براند ديال الحويش اللي غدي يسميها The Marathon Clothing وهنا فين غدا تبدأ القصة الحقيقية ديال نيبسي البزنسمان هدي تكونسنتر على المحال والبراند دياله الفان دياله بدو كيجو من المريكان كله باش يشريوا الحويش ويتصوروا معا في نفس الوقت وحيتياش المحال لقى اقبال كبير بدك يفكر كيفاش يقدر يستغل القادية باش يكوميرسياليزي الموسيقى دياله و هنا و تاني فين غدي يفكر out of the box غدي يجيب واحد الدر والد الحوم دياله غدي يصوب واحد لابليكاسيون موبيل في كل ارتيكل كتشري من المحال تي شيرت سروال او لقبية كتمشي للبرايس تاج ويلا سكانيتي ذاك الكود بار كتتفرج في فيديو دياله The Marathon Clothing شهرت بثاف لدرجة الناس ولو كيجيوا من العالم كامل ماشي غي من امريكان من استراليا أوروبا و حتى من الأفريق غي باش يتصوروا حد ذاك السطور في ذاك الباركينج اللي ردو نيبسي ايكونيك هاد الشي غدي يخلي بوما بديروا نكولابوراسيون مع البراند دياله و غدي ولي هو الامباسادور دياله لامارك في الهيبوب بشوية بشوية بذك يكبر في البروجي دياله وبقحت غدي يشري ذاك الباركينج كامل و غدي يخدم فيه الناس ديال الحومة كامل ذاك السكتور اللي انتي ما تقدرش تدوز منه على رجليك قبل ما تقريسه او لا تموت كاع و لو كيجوا لي الناس من العالم كامل باش يتصوروا فيه مهم المقاطعة ديال الكرينشو بدو كيفكروا باش يديروا محطة ديال التران قريبة لي حي تفغيمه ولا الرواج في ديال المنطقة نيبسي عمره ما نكر انه يدوز الإجرام وباع المخدرات بالعكس في موسيقته يهدر على هذا الشي بزاف و يحاول ينصح الدراري اللي في نفس الوضعية انهم يجمعوا الفلوس ويانفيستيوا في شي حاجة عنده قيمة حل ارضه العقارات في العواد ما يخسروا الفلوس في المجوهرات تنوبيلات وذك تخربها هاد الشي غد يخلي الناس ديال لاندي يستخي كامل يولي ويحتارمه حي تقدر يدير كل شي راسه ووصل لقيمة الهرم بوحده بلا لابيل بلا ما يبيع روحه او لا يكذب على الناس نيبسي ما لغوزمو حتى مات عد تشهره انا شخصيا عرفته قبل ما يموت عن طريق جايزي ولكن مات انترسيت بيه حتى مات عد بديت كنتفرج في ليزان تغفيو دياله وكتشفت انه الصات كان سابق وقت وكان عنده بوربس حاجة اللي فكراتني غير فتوب باك شاكو الصراحة اوخان عيما نادر عليه ما غديش ناتي حكو نيبسي ما غديش يحبس الهاصل دياله وفي 2018 عدي خرج الالبوم فيكتوري لا اللي كان خدام عليه سنوات الالبوم غدي ترشح به لجرامي وخمر بحش حط فيه البصمة دياله الالبوم وستوري في مكان بريش الجرعة ديال الموتيفاسي كان ارجع له نيبسي بحكم الخلفية دياله مع العصابة البوليس في لوسانجليس كان ديما عندهم معه مشكلة وخافش ما بقاش في داك العالم كانوا ديما كيوقفوه في الطنوبيل وكيديو على الوارم وشحال ما المرة كيجيو للمحال دياله وكيدخله ويهرسوا كل شي بحجة انه عيط لهم شي واحد وقال لهم باللي عندهم الاسلحة والمخديرات الالبوم غديش ما كانوش كيحمله حيث شعطه فرصة لدراري ديال دربهم وكان كيسبهم في موسيقتهم بالعنصرية ديالهم توجه الكوميونوتي ديالهم هادشي طلعلي فراسه حيث كيشوف باللي وكنش غير الطاقة الإيجابية وما كيستغلش ديال المعاملة من عندهم دك الشي علاش نهار اللي غدي يموت فيه كان عنده ميتينج مع الرئيس ديال المقاطعة والرئيس ديال الدائرة هو الرابر واي جي اللي كنتامي العصابة آخرى اللي هي البلوك باش انهم يحاولوا يلقاه حلول باش يحضروا من الجريمة في مدينتهم السوق الحد ما عاش نيب سي باش يحضر لدي الميتينج قبل ما يموت صاحبته كانت هدرت لي على واحد الصات اللي عنده واحد اللي استواف غريبة اسمته داكتور سيبي نيب غدي تأنترس بها بثاف وغدي يقول لي مهووس بالسيد داكتور سيبي واحد طبيب اللي كان القدول السيدة القنصير اللي تخوب البيبولار وبثاف ديال الامراض المزمينة فاشكندال اشهار دياله في نيويورك بوست ادت نود امريكان ميديكال اسوسيياشن وغدي يقاديه تهمة النصب الاحتياج انفوف المحكامة هدي طلب منه القادي باش يجيب لي واحد من دوك الناس اللي داوه والدليل بالليبرا داكتور سيبي جابلو سبعين واحد كل واحد وباش كان مريض وبطبيعة الحال القادي غدي يكذبو وغدي يخسر القاديية الحاجة اللي كان كل شي متوقع لانه الاندوستري فارماسوتيك معروفة بلاكوغيبس هدي واحد الهتوار انتريسانت فريمو اللي كان صح اي واحد يقرع لها هنخلي ليكم الليان فلاد يسخيب سيب نيبسي فاش كتاشف الشي كامل هدي قرر انه يبخدوي دوكومنتير على هاد طبيع باش يعرف الناس كتارعلي وهنا كان هدروع للقصة دي الواحد السيد اللي وقف قدام القاضاء والحكومة الامريكية الفاسية داك الناس فريمو بدوك يخافوا عن نيبسي الدرجة فاش كان هدروع على هاد القاديه الفان كانوا خرجوا واحد الهاشتاج سميتو بروتكت نيب داكتر سيبي داك انا سأتوى تحرك للناس هدروع على ايكا وانه يصح اي 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 مهكم في المجات فلتخونتة يمارسي مارس ٢٠٩ نيبسي غى تصاحه مع واحد هخونة كان معاه فنفس العصاب والسبب هو انه نيب وصلاته شي هادرا على ايك باللي يوصل الهادرا اللي بوليس فشواجه نيب هذ الادعاءات قدم كل شي ايك حسب الحتقار وبقفلحال ومشى الضار جاب السلاح ورجعوا تيرا فيه في الباركينج في كل محال دياله قدام صحابه وحبابه مرة يومين على هذا الحادثة البوليس سيشده ايريك حولدر ومن بعد عامين على الاعتقال دياله ايريك سيتحاكم بستين عام بتهمة القتل المتعامل الموت ديال نبسي كانت صدمة بثاف ديال الناس حي تقدر يدير بثاف ديال الحوايج فوق تقسائه وكان ما زال عاد بادي الكاريير دياله هادشي بالنسبة لاندوستخي والناس ديال الهيبوب ما بالنسبة لناس ديال الحوم دياله كان بمتابة سوبرمان لانه اعتقش حال من واحد من الحياة ديال الاجراء وخلق مئات الفرص والوظائف اللي بناتو الولاد اللي كبر معاه وهادشي لاش كانوا كيعيطوا له نيبرهود نيب واش الاي بيدي ومن اللي قتلوا نيب الله اعلم واش الحكومة الامريكية اللي تهنوا منه حي تبدك ينبش في التاريخ الفاسي دياله الله اعلم واش كان غير شي حساب خاوي بالعصابات ونيب بجادش فيه الدقة الله اعلم حاجة الوحيدة اللي متأكد منه هو انه نيب عمرو غدي يموت حي تنب كان فكرة كان ميندسيت نيب بسي هسل كان موفمون رستي مبيس نيب دماراثون كنتينيو موسیقى موسيقى